مش هينفع غير المجال الفلاني ده انا عارفة انك هتكوني اشتر دكتورة ده توقعات طب لو كنت بيقولهم مش هو في حاجة تانية هنعمل ايه الضغط بالتوقعات ده بيخلي اولادنا ايه تحت ضغط نفس كبير وبيخليهم مشتتين ومش عارفين عايزين ايه لانهم تعودوا يتحركوا في الحياة وفق توقعات الناس لان احنا لربناهم انهم يتحركوا وفق التوقعات ويبقى دايما انه هو حاسس كده بان فيه حاجة فوق دماغه كده بتقوله اعمل 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 وهو نفسه رحل حاجة تانية فحس جدا 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 بتمزق وشتات ومساعدة بنضغط عليهم بفكرة الناس هتبصلك ازاي في اولادنا بيكون عندهم ميول لتخصص معين حتى لو مجموعهم اعلى منه زي لو بنت مثلا من بناتنا وسلام بقى لو بنت من بناتنا جابت مجموع سياسة واقتصاد بس رغبتها ان هي تدخل اداب او تربية وتشتغل بالتدريس فالاهل يحبطوها ويقولولها الهيلة تقول علينا ايه بنتنا دخلت مع ان التدريس مهنة من اشرف المعنى ومهنة هي اللي طورت الناس لما سألوا رئيس الغفورة الذي عمل النهضة دي قال له انت عملت ايه قال له انت عملت حاجة واحدة بس خليت مهنة التدريس مهنة سيادية خليت اعم حد في الدولة هو المدرس وديته وديته مكانته فمحتاجين نرد الاعتبار للتخصصات والمهن دي اللي تم وصمها في الحقيقة وهي في الحقيقة مهن هي اللي بتبني الحضارة وفي اهالي بيتغطوا بطريقة الاغراء المادي بقى لو دخلت الكلية الفلانية هتجيب على طول العربية الفلانية والموبايل الفلاني وهاتعيش في الفيلا الفلانية وانت عارفين ان في بعض الكليات احنا همخليانهم حاجة اسمها الخمسة عين ايه العيادة والعربية والعروسة وكده وده افسد طريقة ممكن نرب الاولاد عليها احيانا ما شفنا في حياتنا ناس بعيشوا ومش راضيين عن حياته وبيكونوا من جواهم حاسين ان اهليهم السبب في اللي هم فيه ده لما الاهل صمموا ويدخلوا يدخلوهم كلية معينة وبعد ما دخلوا حاسوا ان ده كان اكبر غلط عملوه في حياته يا ما قابلت الناس كتيرة جدا جدا اقولك حاجة من اكتر حاجات اللي بقابلها واحد شاعر وريزوا ان هو جاب مجموعة كويس في السنوائل العامة فدخلوها اندس فبقى في كلية بيدرس ارقام وحسابات ومعادلات ورسومات وكل وهو راجل شاعر عايز عايز يقول كلام حلو عايز يكتب شاعر عايز يكتب قصة ولزايك هتلاقي كتير من الشعراء والكتاب كانوا في تخصصات ما صدقوا ان هم ينطلقوا يعملوا كده بس في الناحية التانية ما بيلاقيش وقت فيفضل هذا الشعور اللي عنده مكبوط فيطلع بقى ساعات في ايه في غل ويطلع في هم ويطلع ساعات في أزى ويطلع ساعات في مشكلات نفسية كتيرة جدا احنا عارفنا واحنا بنشوفها نتعامل ازاي بقى مع فكرة ايه الاصلح للاولاد مش بس في اختيار التخصص لكن في الحقيقة كلها احنا عندنا خمس خطوات محتاجين نرجعهم شوية واحنا بنتعامل معا ايه الاصلح للاولاد انا مردتش اقول اولادنا يدخلوا كلية ايه لكن احنا عايزين نتكلم في الفكرة دي كلها يعني ياسم عسابين مثلا من الحاجات المشهورة جدا جدا تفضل الام بتتكلم في الكلاء في ايه اللي ياكلوا اولادهم و ايه اللي ما ياكلوش وبيتعاملوا معاهم على ان هو لازم ياكل الزبادي ولازم ياكل معرفش ايه ولازم ياكل معرفش ايه مش بتكلمهم بس عشان هو ده صح لكن بتعمل ايه بتتدخل في اختياراتهم للأكل وتقوله دلع يبني لك جسمك فهو مرة واحد بتقوله دلع يبني لك جسمك قال لها ماما انا بقيت زي الشحط يبني لي جسم ايه انا خلاص انا دلوقتي عايز اكل يتناسب مع الجم اللي انا بروح وهي مصرة ان هي تقوله كده فاحنا حتى على المستوى الصغير بيستمر ده وده بيعمل فجوة من بيننا وبين اولادنا فاحنا محتاجين ان نراجع نفسنا اول خطوة نراجع نفسنا ليه بنحس في بعض الاوقات ان ده الاسطح الوحيد للاولاد هل وراء ده خفنا من نظر الناس لنا هل ده سببه خوف من ماضي احنا عشناه ما كانش سببه ان اولادنا ان التخصص اللي احنا ده خصصناه لكن سببه العلاقات اللي عشناها بس في الحقيقة نظر الناس مش بيقدم حد ولا بيأخره لكن ساعات بيعمل ايه بيخصر الناس نفسهم كمان التجرب اللي احنا عشناه ومخاوفنا ممكن تدمر حياتك لان انت شايف الحياة منخر مدبوس ولذلك ما ينفعش ان احنا نعيش خايفين نسيب نظرة الناس او نسيب او ما ندجوازت بتخفل عندنا لان ده وتعلينا دايما مش ممكن ابدا نتطمن واحنا عايزين نتطمن ان مستأبننا من عند الله سبحانه وتعالى وخاصة ان ربنا سبحانه وتعالى علمنا وطمننا وليخصوا الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فانت عشان تطمئن على اولادك محتاج تستثمر انك انت عندك قيم فتعمل ايه فتعيش تعيش بالتقوى وتعيش بالقول السديد لان ربنا هو اللي بيرعى اولادك انت مش تقدر توفر لهم كل حاجة ولا تقدر توفر لهم حاجة لان ربنا هو اللي بيرزقنا احنا بنأخذ الاسباب وكله عايش في رزق الله وفي كرم الله وفي فتح الله وفي عطية الله كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك انت اولادك ربنا بيعطيهم وبيعطيك انت كمان وبيعطيك انت اولادك ربنا بيعطيهم